ليه بنتكلم مع بنك الطعام عشان في وقت الأزمة الخير عندنا بيزيد في وقت الأزمة علينا أن نتذكر الآخرين قبل أنفسنا أنا عارفة أن في ناس كتيرة يمكن ما تقدرش يمكن تتفرج علينا وتقول يا جماعة ما نشوف حالنا الأول لكن هو ده العطاء اللي جوه كل المصريين أنك تفتكر دايماً يا ترى في ناس تعبانة يا ترى في ناس محتاجة تأكل يا ترى في ناس محتاجة تتعالج الأهم دلوقتي أن احنا متوجهين هنا مثلاً في بنك الطعام للتقزم لأطفال المدارس لأطفال الحضانات ده استهداف مهم جداً أنه هو ده يعني عماد هذا البلد أشكرك جداً شكراً حضرتك ونخرج فاصل وبعد الفاصل حنتكلم عن قانون الطفل ما بين التشديد وما بين أن هذا طفل لا يجب أن يعاقب على جرائم